الى التفاصيل وفي اجتماع النهاردة سأل عن لزومية او حتمية رفع اسعار المترو احنا نتكلم بالتفصيل عن هذا الموضوع لكن الرئيس الحكومة قدم تقرير فيه مبررات رفع اسعار المترو احنا معرفش في هذا الاجتماع الرئيس الحكومة قال للرئيس اسباب ارتفاع ايضا الغسيل الكولوي ولا لا او ارتفاع السجائر يمكن انا شخصيا مع رفع سعر السجائر بحيث انها تعجز من يريد ان يدخن يعني انا ضد التدخين في كل احوال لكن ارتفاع سعر المترو تذكرة المترو لسبعة جنيه وارتفاع تكلفة غسيل الكولوي هو ده للمفروض نتكلم عنه بالتفصيل حقيقة المشهد انا مستغربه ليه بقى لانه احنا قبل رمضان والناس بقى دخل قبل رمضان خصوصا الطبقات الطبقة المتوسطة التي تقريبا تقلصت والطبقة الفقيرة اللي هي بتمثل اغلبية الشعب المصري قبل رمضان يعني الناس دخل بتقضي او بتدبأ بالبلد كده احوالها بالعافية وبعد رمضان في العيد فهيبقى برضو ملابس المدارس ولزوم البيت وكذا والاجازات هي الحكومة بتتعمد انها تيجي في زنقة الناس وتزنقهم اكتر وبعدين اشمعنا يوم الخميس درجة انه اصبح اسمه خميس الحكومة اللي الحكومة للأسف بتركب فيه الشعب ومحدش يفهمني صح افهموني غلط فعلا الحكومة بتركب الشعب يوم الخميس الخميس هو اليوم اللي بيأتي وراءه الجمعة الاجازة فالمفترض الناس يوم الخميس في نهاية الاسبوع بتتنسم بعض الراحة بعض الاستجمام الرب الاسرة بيبقى طولي الاسبوع طور في ساقية طلعان روحوا في الشغل في شغل انا واثنين وتلاتة فتيجي الحكومة يوم الخميس تقوم ايه مدياله تضربة تمام فيشعر بدوار ودوخة وبالتالي يشعر بنقمة مين اللي استغل الحالة دي عشان بس اقولكو ان احنا عندنا حكومة في منتهى الغباء وليس عندها ادنى حد من الرحمة ولا الشفقة طبعا تصريحات السيد وزير النقل والمواصلات ترصحات يرثى لها يعني الدكتور هشام عرفاط يستحق الشفقة وياريته ما تكلم لانه عندما تكلم اخطأ وعندما اخطأ داسة على مشاعر الناس اكثر وفي كثير من كلامه كذب وفبركة وضحك على الدقون وكلام غير منطقي وما يخدش العقل طفل صغير بيقولك انا بركب المترو ثلاث مرات وبيقول انا مستريح الضمير مستريح الضمير ازاي وبعدين يقارن سعر المترو هنا بكل اسعار برا بينما برا بيقيسوا تأسكارة المترو بدخل الفرد يعني انت هتقيس الحد الادنى للاجور هنا 1200 واللي حتى 1400 جنيه الحد الادنى لتسكارة المترو في فرنسا اللي هي يورو ادك انت 12 ضعف و14 ضعف الحد الادنى الحد الادنى ويمكن الاسادزة شغالين على السوشيال ميديا بالارقام اهو تسكارة المترو في فرنسا بحوالي يورو يعني 22 مقابل 7 جنيه في مصر اقل مرتب في فرنسا 1340 يورو يعني 27000 جنيه بتقيس ايه بايه يا وزيرة المواصلات يعني انتو بتدون المرتبات دي بتدوا للموظفين المرتبات دي بتدوا للشعب المرتبات دي في القطاع الخاص بيدوا المرتبات دي ما تتكلمش وانت لا تعلم وما تضحكش على المصريين لأن المصريين اتهاروا بقى المواطن مش مصري بقى المواطن مهري المواطن مصري النهاردة مش اسم المواطن مصري بقى اسم المواطن مهري اللي انا عايز اسأله لطبخي الحكومة اللي هو ما بيعرفش يطبخ الشيف بتاع الحكومة اللي طبخته شيطة اللي طبخته ملهاش لا لون ولا طعم ولا ريحة صيصة بتجيب تلبك معه وللشعب وبتجيب مغس وقولون انت ايها الشيف الخفي ما هو فيه اكيد فيه حد مهندس كده او شيف في الحكومة خفي بيخطط غلط وبيطبخ غلط الطبخة بتطلع شيطة ليه يوم الخميس ايه الفكر او الفلسفة ان انت تطلع قرارات زي دي يوم الخميس رفع تسكرة المترو رفع السجاير مع ان انا شخصيا معايا يعني رفع تكلفة الغسيل الكلوي احنا عندنا اعلى نسبة غسيل كلوي في العالم العربي ويمكن في الشرق الاوسط معرفش العالم اخبارنا ايه فالمواطن كان بيروح يغسل بميتين جنيه تقوم رافع لمية في المية لربعمية جنيه طيب وزير الصحة بيقولك الدولة تتحمل الفرق انا مش عارف الفرق ده بقى ايه هل الفرق الميتين ولا الفرق من التكلفة الكل اشتركوا في القناة